السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب سعداء باللقاء معكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بكل خير وصحة وسلامة بدون أي مقدمات للمرة الثانية بندق ناقوس الخطر شيء خطير جدا بيجهز الآن واتكلمنا عنه وبيحصل يريدون صرف أنظارنا الهدف ليس أرض العزة تفاصيل خطيرة ومهمة وتابعوا هذه الحلقة للأهمية اتكلمت معكم في حلقة كانت تقريبا من عشر تيام عن أكبر خطة الآن البعدة بيعملوها الهدف هو بناء الهيكل الهدف هو هدم أجزاء من المسجد الأقصى بين قصين مسجد قبة الصخرة والأهداف أصبحت معلنة ولم نرى مرحلة زمانية الناس بيتبجحوا بالتصريحات أوضح وأقوى من هذه المرحلة كلام على المكشوف كلام على المكشوف عايزين يهدوا أجزاء من المسجد الأقصى بين قصين زي ما قلتلكم مسجد قبة الصخرة اللي حصل أن استمراراً للكلام اللي أكدنا عليه في الحلقة اللي كانت من أيام وكان عنوان الحلقة ماذا سيحدث أول يوم من أيام عيد الفطر والموضوع ملوش علاقة بعيد الفطر إحنا كمسلمين بقدر ما هو يوافق اتنين نيسان بالتقويم العبري هذا الميعاد هو ميعاد زبح البقرة هل سيزبحوا هذه البقرة مش عارفين لغاية دلوقتي لكن المؤشرات كلها تدل لأن الموضوع فيه يعني إحنا في خطر إحنا في خطر ومش هنستنى لما يعملوا كده لأن لو أنهم زبحوا هذه المقرة شفنا مشاهد أن المزابح ناحية جبل الزيتون بدأت تنصب فعلياً حقيقي الكلام ده حصل وده مؤشر خطير يدول أن هما نويين على أن هما فعلاً السنة دي يقوموا بعملية الزبح وعملية الزبح بعديها حرق البقرة وبعد حرق البقرة أخذ الرماد بتاعها وخلطوا بنهر أو بمياه من الموجودة في فلسطين ويطهروا بيها نفسهم من النجاسات التي حلت بهم منذ يعني سنين طويلة زي ما موجود عندهم في المعتقد بتاعهم في الكتاب المقدس بتاعهم طيب إحنا هنستنى لغاية لما نلاقيهم بيعملوا الموضوع ده خطوة خطوة يعني إزاي إحنا نسكت على اللي بيحصل ده هذا الكلام هو جرز إنذار بنضق نقوس الخطر وبنقول للناس كلها إن السنة دي هيوافق أول يوم عيد الفطر للمرة التانية بنبه هيوافق يعني مصيبة وكارثة كبيرة جدا لو أنها تمت واحد يقول لي طيب وعرفت منين وانت متأكد منين أولا كل المؤشرات بتذل على ذلك البقرة الحمراء ديت قعدوا سنين طويلة يبحثوا عنها في التسعينات لقوا بقرة حمراء وفرحوا بالموضوع ده وبعد كده بدأ يتغير اللون بتاعها في حاجة بسيطة فقالوا ما تنفعش ودوها ولاية تيكسس عشان يعملوها تعديل جيني علشان تبقى حمراء فاتعملت بصعوبة البقرة الحمراء دي وجدوا أو عثروا عليها بصعوبة ولو ما تدبحتش السنة دي في اتنين نيسان مش هينفع تزبح بعد ذلك ليه لأن عندهم في النصوص بتاعتهم من البقرة يكون عمرها سنتين لو عدت سنتين أو كسرت ثلاث سنين ما يبقى لا تصلح إذن المعاد المرشح بقوة هو اتنين نيسان القادم الخطة بيصرفوا نظرنا عن أرض هنخش رفح ولا لا وإمتى الغزو البري لرفح وكل الصحف بتاعتهم بتتكلم عن هذا المعاد ليه الموضوع ده متعمد وأنا بنبه عشان يصرف نظرك عن المصيبة الكبيرة اللي هيعملها ناحية المسجد الأقصى كلنا شايفين المظاهرات اللي حصلت وشغالة ومازالت في الأردن تنديدا بهذا الأمر وإزاي ضغطين على بتاع الأردن يعني خد بالك أقرب ناس المفروض يتدخلوا هم مين هم مصر والأردن تمام كده هوت وانت عارف كويس جدا إن الظاهر لغاية دلوقتي لا مصر ولا الأردن تدخلت تدخل يعني ملموس على أرض الواقع ناحية إيه؟ ناحية أرض العزة وناحية القطاع واللي بيحصل فهل هيستمر هذا السكوت في حالة خطوات عملية لهدم المسجد الأقصى؟ أو لهدم مسجد قبة الصخرة أنا ليه دايما بقول هدم المسجد الأقصى؟ أنا لا أقصد المسجد المسجد لأن ساحة المسجد الأقصى كلها تابعة بما فيها مسجد قبة الصخرة كلها تابعة للمسجد الأقصى فده كلام خطير يجب أن ننبه الناس عليه ونحذر الناس لأن السنة دي المسبح تم فعلا زي ما بقولكم نصبوه ناحية جبل الزيتون وده يبين لنا أن هم شغلين من منطلق عقائدي من منطلق دين الناس اللي لسه مغرمة بالسياسة والمفاوضات والكلام الفارغ اللي ضيع الأمة وودانا في ستين دهية وروحنا في غيابات الجب بسبب المفاوضات الوهمية المزعومة وهم شغلين على أرض الواقع وكمان شغلين بالكتالوج بتاعهم من منطلق الكتاب المقدس بتاعهم وإحنا مكسفين نقول أن هذه الأرض ملكنا بمقتضى القرآن الذي بيّن أن الأرض لله يورثها من يشاء من عبادي إحنا مكسفين نقول كده مكسفين نقول أن إحنا أهل التوحيد ولا يستحق أحد أن يأخذ هذه الأرض إلا الموحدين إحنا مكسفين نقول الكلمتين دولت ولذلك انتبهوا أيها الأحباب يجب علينا أن ننشر هذا الكلام أي حد يعني مش شرط الحلقة بتاعتي بس لكن أي حد بيتكلم عن هذه الخطة الحقيرة اللي عايزين أن هما يطبقوها أنشر الكلام بتاعه ياريت على أوسع نطاق ممكن لأن معركة الوعي لن تؤتي ثمارها إلا بالجماعة فيد الله مع الجماعة لازم يبقى فيه تكاتف وننشر هذا الكلام على أوسع نطاق ممكن على جميع المنصات أي حد بيتكلم عن هذا المحتوى أنا شخصيا بدعمه والناس اللي بتسألني ما فيش أي محظورات عندي خالص ولا أي مانع أن أنت تاخد المحتوى بتاعي كله كده على بعضه تقوم تنشره عندك في قناتك أو في أي منصة أنا مش ممانع وسامح بهذا الأمر أنا بلغت اللهم قد بلغت اللهم فاشهد عايزين وقفة ترضي الله وترضي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم للمرة التانية يعني ندق ناقوس الخطر اللهم قد بلغت اللهم فاشهد بارك الله فيكم أيها الأحباب انتظرونا إن شاء الله في حلقة البث المباشر بعد قليل سلام الله عليكم ورحمته وبركاته